اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الاكلاب اقلام نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية لكن كما هي العادة بعد اهم العنوى نقرأ من صحيفة المدى اربع حكومات متعاقبة فشلت في توفير الكهرباء وانشاء مشاريع استراتيجية لخزن المياه في شرق الاوسط العامر يغازل واشنطن والخزع لقلق تراجع التحركات سليماني مقابل تكثيف السفير الامريكي لقاءته من الحياة نقرأ الحزب الديمقراطي الكردستاني غموض يشوب مفاوضات تشكيل الحكومة وفي القدس العربي الاردن بعد اقالة الحكومة الاضراب مستمر ودعوات حركية للتصعيد واسقاط البرلمان اما في العرب الجديد انقرأ وواشنطن تصادقان على خريطة تشكيل مشتركة لمنبج سوريا في الخليج الاماراتية شهيد بالنيران الاحتلال في غزة واعتقالات بالضفة وهيئة مسيرات العودة تدعو الى مليونية القدس يوم الجمعة اخيرا في موقع الخليج اونلاين الامم المتحدة تفاوض الحوثي على اشراف دولي بميناء الحديدة اخيرا اشتعلت ازمة المياه بين تركيا والعراق وكانها ثورة بركان مفاجئة وهي ليست كذلك وليصرخ الرافدين بوجه الجفاف وبوجه المسبب في ذلك هل هي الطبيعة ام الحكومات في كل من العراق وايران وتركيا وسوريا التي يمر باراضيها دجلة والفرات الدكتور ماجد سامراء يرى في صحيفة العرب اللندنية ان قصة سد الاسو المحزنة مثال على نتاج حكم الطوائف والاثنيات فخلال ساعات تم ترحيل ازمة العراقيين مع ممثلهم عطشة عطش الكراسي وازمات الكرباء والخبز والخدمات الى ازمة مياه سببها المباشر قيام تركيا بتشغيل سد الاسو قرب الحدود التركية العراقية كان مشهد الجلسة البرلمانية التي خصصت لموضوع ازمة المياه يبعث على الرفاء لانها كانت خطابات انشائية لا تخلو من البواعث الطائفية ما عدا توضيحات وزير الموارد المائية الذي قدم خلالها بعض الحقائق العلمية لاسباب اقدام تركيا على تشغيل سد الاسو رغم انه لم يقدم كل الحقائق التاريخية المتعلقة بالسد والسنوات التحضيرية العشر لهذا البناء والتي لم تتمكن او ترغب حكومات ما بعد 2003 في وضع استراتيجية دقيقة لمواجهة المخاطر المقبلة تتضمن اجراءات احترازية لبناء السدود على روافد نهري دجلة والفرات وترشيد استهلاك المياه داخل الاراضي العراقية وفق ما يقوله الخبراء لمنع حالات التبذير في المياه وفق نظام فاشل لمحاصصة مياه الزراعة بين المحافظات والبناء العشوائي لبحيرات الاسماك التي تدر الاموال على بعض المتنفذين وكان الاجدر بحكومات ما بعد 2003 بدلا من الانشغال بتقاسم السلطة ونهب الموارد النفطية ان تضع اهدافها الاستراتيجية حماية للثروة المائية للبلد وان يتم التعامل مع دول منابع دجلة والفرات بصورة متساوية سواء مع ايران او تركيا لا ان يتم غض الطرف عما قامت به ايران في قطع روافل ثلاثين نهرا اهمها نهر الويند والزاب الصغير الكاتب يقول لقد حكم العراق نظام سياسي ضعيف غير قادرا على تثبيت حقوق العراق وحماية اهله من الموت عطشا او ارهابا او جوعا وايران المنادية بمظلومية الشيعة كذبا تتعامل مع مصالحها قبل مصالح العراق واهله وإلا كيف تقطع المياه عن ابناء الوسط والجنوب هذه الازمة تطلب مقديرة سياسية عالية ودبلوماسية تعكس ذلك الاقتدار لتتعاطى مع القطر الذي يهدد ابناء العراق بحكمة وروية دبلوماسية وليس هبة شعبوية تخدم مصالح بعض السياسيين تناولت الكثير من الصحف والفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى ومواقع التواصل الشمعي بشيء من الدهشة وربما الصدمة والاستهجان والاستغرام عمليات التزوير الكبرى التي جرت في الانتخابات العراقية الأخيرة قد تكون العملية تستحق ذلك بالنسبة لولئك الذين ينظرون إلى الوضع العراقي نظرة سائح في حين من يتفحص المشهد بصورة علمية سيجد أن التزوير الذي جرى هو حلقة منطقية من سلسلة التزوير التي وضعت لهذا البلد منذ بدايات التحضير لغزوه واحتلاله هذا ما أشار إليه الدكتور مثنى عبدالله في مقاله بصحيفة القدس العربي ما زالت صورة وزير الخارجية الأمريكي السابق كولم باول ماثلة في الأذهان وهو يحمل في يده قنينة صغيرة قال عنها بأنها سلاح كيميوي عراقي قادر على إبادة نصف العالم في 45 دقيقة فقط في حين كان الزعماء الآخرون من الأمريكيين والبريطانيين يتبارون في صنع وطرح الحجج المزورة لإقناع الدول الأخرى وجرهم للعدوان على العراق منها علاقة العراق بأحداث 11 سبتمبر 2001 وامتلاكه أسلحة دمار شامل تبين فيما بعد أنها مجرد قصص من الخيال وعندما حصل الغزو في 2003 بدأت سلسلة أخرى من عمليات التزوير استهدفت الإرادة العراقية بشكل شامل ومنظم كانت بواكيرها الادعاء بأن الاحتلال تحرير وتشكيل مجلس حكم قائم على تزوير الإرادة العراقية ونقلها من خانة الوطنية إلى الطائفية والقومية ثم توالت عمليات التزوير المنظم في التصويت على الدستور المزيف وتزوير استقلال وسيادة وطنية وكذلك تزوير انتخابات أولى وثانية وثالثة أنتجت كلها حكومات قائمة على تزوير الإرادة الشعبية حتى وصلنا اليوم إلى الانتخابات البردمانية الرابعة والتي أفرزت قصصاً وحقائق ومعلومات عن عمليات تزوير منظم لم يسبق لها مثيل في أي مكان في العالم الكاتب يرى أن عمليات التزوير التي ظهرت على أوسع نطاق في الانتخابات الأخيرة هي عار على كل الجهات التي ساهمت فيها مرشحين وأحزاباً وكتلاً ومفوضية وسلطات كما أنها عار على المجتمع الدولي الذي مارس الكذب والتزوير في الادعاء بصنع عراق جديد فيه ديمقراطية وعامرية انتخابية وحكومة شرعية منتخبة بل العار الأكبر هو من نصيب بعثة الأمم المتحدة في العراق التي كانت مجرد شاهد زور في كثير من الحقائق التي مرت على هذا البلد منذ عام 2003 وحتى اليوم من المقرر دستورياً أن تتحول حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى حكومة تصريف أعمال بعد 24 يوماً من الآن ومع ذلك فإن مفوضية الانتخابات لم ترسل حتى الآن نتائج الانتخابات إلى القضاء للمصادقة عليها كما أن الطعون والقضايا المرفوعة بشأن نزاهة عملية الاقتراع ما زالت حالقة بانتظار بث المحكمة الاتحادية بها صحيفة العرب الجديد تقول في تقرير لها إن هناك حراكاً أمريكياً وإيرانياً يسبق الفراغ الدستوري بالأجل تشكيل الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة المقبلة الكتل السياسية ما زالت تواصل مشاوراتها وسط حضور إيراني طاغ في بغداد على تلك المشاورات التي بدت خلال الساعات الماضية فرصها أفضل للمدعومين من قبل طهران وهما تحالف الفتح الذي يمثل ميليشيات الحجد الشعبي وإتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وأكدت مصادر سياسية التوصل لاتفاقات مبدئية مع الأكراد وكتلة سنية مهمة للتحالف مع الفتح وإتلاف دولة القانون لقاء ضمانات وتعهدات مختلفة ووفقاً لمسؤول الرفيع المستوى في مكتب العبادي فإن ولاية الحكومة الحالية ستنتهي في الأول من تموز المقبل وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال فقط بلا صلاحية واسعة باستثناء الملف الأمني فيما سينتهي عمر البرلمان في الثلاثين من حزيران الحالي بلا صلاحيات تذكر بحسب الدستور العراقي النافذ بالبلاد كما شهدت الساعات الماضية لقاءات جديدة من نوعها كان أبرزها لقاء السفير الأمريكي في بغداد دوجلس سيليمان مع القيادي في ميليشيا الحجر الشعبي وزعيم قائمة الفتح هادي العامري الذي كان قد أطلق تصريحات عدائية حيال وجود القوات الأمريكية في العراق وطالبها بمغادرة البلد كما أنه يعتبر من أبرز حلفاء إيران في بغداد الصحيفة تختتم تقريرها بالإشارة إلى نذائج الانتخابات ما زالت مصادقة قضائية كمصدقة قضائياً كما أن إجراءات مفوضية الانتخابات لم تكتسب الصفة النهائية بسبب الطعون والشكاوى القضائية التي قدمت من قبل تسع كتل وقوائم سياسية تتهم المفوضية بتزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات وهو ما يجعل مسألة التآم البرلماني الجديد قبل نهاية الشهر الحالي مهمة شبه مستحيلة في ظل استمرار حالة عدم لا تحالف النهائي بين الكتل السياسية الموعد الذي حددته بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع إيران منتصف حزيران الحالي للبحث في إنهاء حرب اليمن هو بين أطراف تائهة ومتخبطة عدا أنها متناقضة أصلاً لكنها متعطشة لإثبات أنها فاعلة ويمكنها أن تحقق اختراقاً في أزمة إقليمية عبدالوهاب بدرخان يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن إيران لم يعد لها ما تكسبه في اليمن كانت أمام إيران فرص كثيرة لتحريك الملف اليمني لكنها اختارت المكان الخطأ للتلويح بالتنازل وفي التوقيت الخطأ والسياق الخطأ فمن جهة توحي بأنها مستعدة للتفاوض على سياساتها الإقليمية لكن فقط في اليمن ومن جهة أخرى تسعى لاستخدام الورقة اليمنية لتخفيف الضغوط في أزمة الاتفاق النووي لكن إيران تأخرت في الحالتين ففقدت إمكان استنقاذ الجانب الذي يهمها من الاتفاق بعدما أهملت الجانب الذي يهم الطرف الأساسي الأمريكي الموقع عليه مثلما فقدت إمكان تفصيل حل سياسي يمنح الحثيين حصة في الحكم لا تتناسب وحجمهم بل مع سطوة وسيطرة كانت لهم ولم تعد المتوقع أن تبلغ معركة الحديدة أهدافها قبل الموعد المشار إليه وسيكون الأوروبيون عندئذ نزاء شريك يخسر ويريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه لإبقاء حثييه في المشهر السياسي اليمني وسيجد الإيراني نفسه أمام محورين لا يستطيعان مساعدته لوقف مسلسل هزائم الانقلابيين فهو يريد اجتماع فيينا وسيلة لفتح سوق المساومة على اليمن وتكريس وجوده طرفا فيها ولأجل ذلك قد يلوح بأقصى التنازلات خصوصا كونه بات مدركا جيدا أنه لن يكسب شيئا من السمرار الحرب الكاتب يراد الحثي أصبح ورقة محروقة تضعف أيضا موقف إيران وعروضها لإناء الحرب مثلما أن الدعاء مصالح لها في اليمن كان واهيا بالأساس ولعل الأفضل الإيران التشعى في نسيان اليمن ونسيان العاصمة الرابعة التي هللت السيطرة عليها فما يمكن أن تكسبه تحقق لها عندما دفعت الحثيين إلى أن يتسببوا بدمار كبير في اليمن أما أن تحرض إيران على العناد والبكابرة وأن يعمد الحثيون إلى النهب والحرق والتلغيم واحتجاز رهائن وهم في طريقهم للانجفاء إلى صعدة فكل ذلك لن يغير شيئا في مجرى الأحداث أشارت صحيفة تايمز البريطانية في تقرير لها إلى أرشيف إيران اللووي السري الذي أعلن عنه رئيس الأزراء الإسرائيلي بنيم نتنياه مؤخرا أنه حصل عليه وكيف أن التعاطي الجمعي لهذا الأمر في أنحاء المنطقة ولد إحساسا بأن الحرب الخفية بين العدوين على وشك الدخول في مرحلة جديدة محمومة في حين ظلت طهران صامتة واعتبرت الأمر حيلة قديمة مكشوفة وتساءلت الصحيفة هل يكشف كنز الموساد للأسرار النووية خداها طهران؟ نتنياه بدأ بنشر بعض من كم الوثائق الضخم الذي تمت سرقته من مستودع بالعاصمة طهران في كانون الثاني الماضي وفي حين يسافر إلى ألمانيا ومنها إلى فرنسا وبيجيطانيا من المتوقع أن يستخدم هذه الملفات في إشعال خلاف حاد بين إدارة ترامب والأوروبيين وتضيف الصحيفة أن رسالة نتنياه في ذلك هي أن اتفاق إيران بني على استخبارات ناقصة وجرعة كبيرة من التفاؤل وبالتالي فإن إبقاءه في مكانه سيعطي وقتا للنظام الإيراني للمضي قدما في استعداداته السرية لتصنيع قنبلة نووية وألمحت الصحيفة إلى أن قرار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أصبح حقيقة مؤكدة عقب قيام الموساد بسرقة الوثائق وإبلاغ ترامب بها وأضافت أن إسرائيل تريد عدم خروج بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن الصف وتحقيق توازن مع إيران يمكن أن يخفف الضغط ويتعين على نتنياه إقناع الأوروبيين بأن موقفهم المقنع بأن إيران لم تنتهك أبدا اتفاقية عام 2015 غير مقبول ورجحت الصحيفة أن تضم الملفات النووية تفاصيل الشركات الوهمية التي زودت إيران بالمواد المحظورة مشيرة إلى أن الاتفاق قد يكون محكوما عليه بالفشل على الرغم من دعم إيران وبعض الأوروبيين ختمت الصحيفة بأن مسار العمل واضح بما فيه الكفاية للمتشككين والمؤيدين للاتفاق على حد سواء بأنه يجب أن يكون هناك ضغط متضافر على إيران للسماح للوكالة الدولية لطاقة ذرية بتفتيش مواقعها العسكرية والتحقيق في الأمر وكما يقول مفتش الأسلحة السابق ديفيد أولبرايت إذا رفضت ذلك فإنه يجب حينئذ إلغاء اتفاق إيران ويجب أن يعود العالم إلى حملة الضغط والعودة العالمية للعقوبات أخيرا يبدو أن القيمة الأمريكية الكورية الشمالية صارت مؤكدة من حيث الزمان والمكان لكن تفاصيل دقيقة ولوجستية وأمنية لا تزال قيد البحث بين الوفود التي تقوم بالاستعدادات فما الذي يجري في هذا السياق؟ في هذا الإطار؟ يقول الكاتب موتوكوريتش في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه قد يبدو للوهلة الأولى وكأن كل ما تحتاجه القيمة المرتقبة هو غرفة تحتوي على طاولة وبعض الكراسي وإذا أن الواقع هو أن التخطيط سيتطلب تقرير تفاصيل لا حصر لها بحيث تشمل حتى أدق الأمور فهي قمة غالباً ما ستكون عبر مفاوضات دبلوماسية صعبة الكاتب يقول إنه حتى قبل أن يعلن ترامب عن أن اجتماع القمة قد عاد بعد أن سبق إلغاؤه فقد وصلت وفود من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى سنغافورا وذلك للإعداد لها ووضع اللوجستيات المناسبة لها وسيتفاوض الوفدان على كل شيء بدءاً من موقع الإجتماع إلى الجانب من الطاولة الذي سيجلس فيه كل من الزعيمين ومن سيسمح له بالحضور معها وعدد الوجبات وأوقات الراحة وما يجب تقديمه لهما والهدايا التي يمكن تبادلها وما سيتحمله كل فريق من نفقات هذا اللقاء ويضيف الكاتب أن الأولوية القصوى لكل الجانبين هي الأمن مضحاً أن سنغافورا ستتحمل المسؤولية عن ضمان الأمن على الطرق والمرافق العامة الأخرى بوصفها البلد المضيف لكن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستشرفان على سلامة القادة ويشير الكاتب إلى أن فيلقاً من موظفي الخدمة السرية عادة ما يرافق الرئيس الأمريكي عند قيامه برحلة دولية وذلك بالإضافة إلى سيارات ليموزين ومروحيات وعربات حماية أخرى بيد أن خبرة الزعيم كيم تعد قليلة في السفر إلى الخارج كقائد حيث ستكون سنغافورا هي أبعد مسافة يسافر فيها منذ وصوله إلى السلطة في 2011 الكاتب يقول أنه من غير المعتاد أن يعقد زعيمان اجتماع قمة في دولة ثالثة ما لم يكن قد التقيا على هامش اجتماع دوري ينسب لدبلوماسي مخضرم القول أنه سيكون لترامب اليد العليا عندما يكون المكان هو سنغافورا فمن المحتمل أن يشعر كيم معظم الارتياح كلا مبتعد عن شبه الجزيرة الكورية وأن هذا قد تكون ميزة في صالح ترامب هبطت كبسولة الفضاء الروسية السويز على متنها ثلاثة رواد فضاء قادمين من محطة الفضاء الدولية في أراضي كازاخستان ذكر موقع الخليج أولاين أن الكبسولة هبطت بسلام لحد الماضي محمولة بمظلة بيضاء وحمراء نقل الموقع عن قيادة التحكم في الطيران الروسي أن كبسولة الفضاء سويوز التي تحمل ثلاثة من طاقم محطة الفضاء الدولية هبطت قرب بلدة زيز كازهان في كازاخستان وأن عملية الهبوط تمت بنجاح وبحسب الموقع كان على متن كبسولة الفضاء الروسي أنتون شكابليروف والأمريكي سكوت تينجل والياباني نورشيك كناي منهين بذلك مهمتهم التي دامت مائة وثمانية وستين يوما وبقي في المحطة ثلاثة رواد هم الأمريكيين دروفيوستيل وريكي أرنالد والروسي أوليك أرتيمييف ومن المقرر إسهلوا ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى المحطة الأربعاء المقبل إلى الكريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة